السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الوحدة الثانية القسم الثاني أين ومتى والمسافة والإزاحة نجد أن هذا الشخص يتحرك فيكون الموقع والمسافة لكي يمكن دراسة هذا الموقع والمسافة يجب تحديد نقطة الصف وهي إذا كد يكون الأفضل نقطة هي نقطة الأصل وتمثل الحركة بسهم في البداية إلى النهاية بهذا السهم الأقدر ونجد أن الجسم يتحرك بيقطع مسافات متساوية 5 متر 10 متر 15 يبقى ديسمه تمثيل الحركة بسهم أو ممكن نعمل تمثيل نقطي ويبقى هنا المسافة هي المسار الكل للجسم والإزاحة هي البعد المستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية المسافة كمية قياسية أما لها مقدار فقط يعني ممكن نقول 5 متر وخلاص ونسكت أما هنا لا بد أن نقول 5 متر ينقول شرقا يغربا يليليمين أو لأعلى لأنها لازم مقدار وإتجاه مثال ما إزاحة الرياضي بعد 5 ثواني في كل بين نقطتين 2.5 ثانية يبقى بعد 2.5 ثانية قطع 5 متر وبعد 2.5 ثانية كمان يتقطع كامية أستاذي يبقى الإزاحة الكلية 10 متر في الاتجاه الموجب لأن هناك حركة بالسالب اعتمادا على حركة السيارة في الشكل ما إزاحة السيارة بعد 3 ثواني هو قطع في كل ثانية كامية أستاذ كل 0.15 ثانية 10 متر يبقى 0.15 ماشي وعندي كمان 0.15 بداية من في كل صورتين متتاليتين أهو يبقى أنا عندي في الأول أشوف كم مسافة بين كم المسافة بين الصورتين الأول والثانية نجد أنها 20 متر يبقى كل 0.15 وكمان 0.15 يبقى أطع 20 وعشرين يبقى كامية أستاذي 40 متر أيضا في الاتجاه الموجب نجد أن هنا في البداية سرعة منتظمة وبعد ذلك زالت السرعة ولم تصبح منتظمة يعني بدأ نفس المسافة من هنا مش عشرين بدأت تزيد شوي بعد كده عندي المسافة والموقع المسافة لها تعريف والموقع لها تعريف وهناك ما يسمى أيضا بالحركة الموقع السالب تمثل بهذا الاتجاه لأن احنا عندي طبعا هنا X موجب Y موجب دول في اتجاه الموجب Y X سالب والY السالب بدأت اسمه حركة الجسم في الاتجاه السالب بعد ذلك الكميات الفيزيائية كميات متجهة وكميات قياسية الكميات المتجهة لها مقدار فأي واتجاه مثل السرعة الإزاحة القوة العجلة كمية التحرك والوزن أيضا دي بالنسبة للكميات المتجهة يبقى ممكن برضو نضيف هنا الوزن يعني لو تركت ألم لابد أن يتحرك دائما إلى الأرض ناحية الأرض كميات قياسية لها مقدار فقط مثل المسافة الكتلة الزمن الحجم كثافة طاقة درجة حرارة كل دي كل هذه تسمى كميات قياسية الفترات الزمنية اللي هو التغير في الزمن التغير في الزمن أو التغير في الأكس أو كلمة دلتا يعني دي اسمي يا أستاذي دلتا يبقى عندي دلتا معناها التغير لو دلتا نعم بربع عليك هتبقى أكس فاينال اللي هي النهائية ناقص الابتدائية يعني لما أقول لك احسب بعد 25 الزمن بعد 25 متر هتقول له التي بتسوي كما أستاذ خمس خمسة ثواني يبقى دلتا تي هتساوي اكس تي فاينال نعم ناقص التي انيشا هيساوي خمسة ناقص صفر يديني خمسة ثانية يبقى دي اسمه التغير في الزمن بعد 25 متر المسافة هي الطول الكل للمسار أما الإزاحة التغير في الموقع الـ وكلهما يقاس بالمتر الإزاحة كالتقون مجابة أو سالبة لأنها لها اتجاه كيف يمكن حساب المحصلة إذا كان في نفس الاتجاه نجد أن الإزاحة جمع وإذا كان في عكس الاتجاه نجد أن الإزاحة طرح دي بالنسبة لمحصلة الإزاحة لجسمين يتحركان في نفس الاتجاه أو متعاكسين الفرق الحقيقي بين المسافة والإزاحة يوضح في هذا الشكل نجد أن المسافة هي المصار الكل المسافة هي المصار الكل يبقى حتى أحسبها لو أنا قلت هنا دي واحد وهنا ادي تنين وهنا ادي تلاتة ويه ادي أربعة ويدي خمسة ويدي ستة خلاص بنشتخدم أقول دي كل هتسوي يا أستاذ الفاضل أيوة نعم دي واحد زائد دي تنين زائد دي تلاتة زائد دي أربعة زائد دي خمسة زائد دي ستة المسار المسار الكل للجسم هو ما تترحش لأنها كمية كمية قياسية أما الإزاحة هي البعد المستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية وطبعا دي بنعرفها ازاي أستاذ من حساب فيثا غورس هذا الضلع بنحسبه وبعدين كمان لها طريقة معقدة هنتعلمها فيما بعد في الفصل الدراسي الثاني يبقى هنا دي واحد زائد دي اتنين هجبها ازاي يبقى لنا عندي لأكس واحد ضائد اكس اتنين يبقى الإزاحة تانية يا أستاذ الإزاحة هي البعد المستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية أما المسافة فهي المصار الكل إلى للجسم مثال تحرك الجسم فقطع 40 متر شرقا ثم قطع 30 متر شرقا احسب المسافة المسافة هي المصار الكل 70 متر وما قلت الشرقا أما الإزاحة هي أيضا 70 متر ولكن لابد أن نقول شرقا بعد ذلك عندي تحرك جسم 40 شرقا ثم تحرك في عكس الطريق مسافة 30 يعني المحصلة هتبقى طرح وبالتالي المسافة هي المصار الكل نفسها ما بتغير 40 زائد 30 مهم جدا نعرف أن المسافة هي المصار الكل ما بيش فيها طرح أما الإزاحة هي كمية متجهة لذلك بنقول A ناقص B يعني 40 ناقص ها والإزاحة 40 ناقص 30 هتبدينا 10 وإذن الإزاحة فقط هتبقى 10 متر ناحية الشرق يعني هذه الإزاحة وهذه المسافة هو المصار الكل بعد كده عندي أستاذ مثال آخر في الكتاب لجمع المتجهات عند B وعند A لو في نفس الاتجاه بنجمع بس طبعا هنا في اتجاه الشرق انفرض هذا الشرق وبعد ذلك قطع مسافة شرقا ثم غربا فالمحصلة تكون بالسالب يعني تكون في اتجاه الغرب ثم قطع مسافة 7 شرقا و4 غربا هتديني 3 شرقا بهذا الشكل يبقى هنا محصلة يبقى هنا جامع لأنه في نفس الاتجاه هنا طرح هنا طرح دي بالنسبة لجامع الإزاحات الإزاحة في الرسم أدنى إنسخ سمارسم متجه يمثل الإزاحة من زمن البداية إلى النهاية يبقى من البداية للنهاية يعني هذا متجه الإزاحة الرسم أدنى هنقل مخطط سمارسم متجهات لتمثيل بين كل نقطتين يبقى يتحرك من المنزل من المدرسة إلى المنزل وبكده اتكلمنا عن المسافة والإزاحة وتصوير الحركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسألكم الدعاء ترجمة نانسي قنقر